اشتركوا في القناة والسعادة لدرجة ان احنا بنقول كده ان هرم الترقي الزواجي بيبتدي بالتوافق نروح للرضا لغاية ما نوصل للسعادة الزوجية فمحدش بيحب يحس انه في اي علاقة مش بتسعده فما بنى بقى بالعلاقة الاكمل في الحياة وهي علاقة الجواز وعشان كده احنا النهاردة هنتكلم عن مهارة مهمة جدا 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 في مهارات الزواجية ايه مهارة ايه مهارة اسمها مهارة الاسعاد الزواجي يعني ايه مهارة الاسعاد الزواجي يعني ازاي تسعد شريك حياتك ازاي تسعد زوجك وازاي تسعد زوجتك باللي بيحبوا ويفضلوا يعني ايه باللي يحبوا ويفضلوا مش باللي بتحبوا انت واللي بتفضلوا احنا دايما بنحاول نسعد شركاء حياتنا باللي بنحبه مش باللي بيحبه عشان كده ممكن حد يقول ليه اعمل كده مكفية ان انا اراعي الحقوق والواجبات وخلاص انا براعي حقوقها وكمان باخد واجبات اللي عليها وخلاص والسعادة هتيجي لوحدها اقول له عشان الجواز مش في الحقيقة هو حقوق الواجبات بس ده الجواز حاجات تانية اكتر من الحقوق والواجبات وعشان كده بنقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجة لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة وانعرف ايه هو الجواز وازاي هو مش بس حقوق وواجبات ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم وقبل الفاصل كنا بنقول بنقول ايه ان الجواز مش حقوق وواجبات بس الجواز حقوق وواجبات ومهارات وقيم ومحبة وتواصل حاجات كتيرة جدا جدا فمن ضمن القيم الموجودة في الجواز السكن والمواد ده والرحمة اللي هما اساس العلاقة الزوجية يعني القيم هي اساسة الزوجية وتأتي الحقوق اللي تحقق والواجبات عشان تحقق هذه القيم طيب السكن والمواد ده والرحمة دول بيجوا من المهارات اللي احنا بنستعملها في الجواز اللي من اهمهم المعارض اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة واللي احنا بدأنا نتكلم على جملة من مهارات النهاردة بنتكلم عن مهارة الإسعاد الزواجي وعشان نقوم بمهارة زي المهارة دي احنا عندنا جملة من الخطوات عشان نعملها أول خطوة لازم نعملها عشان أبقى قادر أسعد شريك حياتي أو قادر أسعد شريكة حياتي أنا لازم يبقى عندي حاجة مهمة جدا لازم ألاحظ أنا لازم ألاحظ الأشياء اللي بتسعد زوجي أو زوجتي وأعملها له في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بتحب اللعب بالأفراس أفراس سليمان اللي هي أفراس لها جناحات كده ولاحظ إن هي كمان بتحب تتفرج على لعب الأحباش في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ده فلما لاحظ ده خلاها تتفرج على لعب الأحباش فساعدت السيدة عائشة بدأ جدا 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 يبقى رسول الله عليه وسلم لاحظ ده لا تعمل الأشياء اللي تتناسب معها بالعكس كان بيسيبها صلى الله عليه وسلم تتمتع بالمباحة عشان تكون سعيدة يبقى أول حاجة من ملاحظة تاني حاجة التعبير أسلوب التعبير عن ده إحنا عندنا خمس طرق للتعبير عن الحب فأنا كمان لازم أشوف الطريقة المناسبة عشان أعبر عن حبي عشان أسعد شريك حياتي في حاجة اسمها كلمات التحفيز والكلام الحلو دي طريقة الطريقة التانية الأفعال والجدعانة دي طريقة تانية الطريقة التالتة الهدايا تبادل الهدايا الطريقة الرابعة جودة الوقت والكواليتي تايم زي ما بيقولوا الطريقة الخامسة التلامس لغاية ما نوصل للأخص فلازم تعرف الطريقة اللي بيحب شريك الحياة لما تعبر له بيها عن حبك إيه اللي بيخليه يسعده وعشان كده مثلا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب عارف إن السيدة عائشة بتحب إن حضرته صلى الله عليه وسلم يقول لها كلام حلو فكان سيدنا الرسول الله وسلم يصرح لها بحبه لدرجة إنه مش بس يصرح لها بحبه هي بس ده يقول الكلام ده لكل الناس فيقول له يا رسول الله أيوا الناس أحبوا إليك قال عائشة قيل من الرجال قال أبوها عشان هو حضرت النبي عارف أن هي بتحب أن هو يعبر عن حبه لها في كل الناس أمام كل الناس الحاجة الثالثة أن أنت تعرف في الوقت المناسب عشان تقدم الحاجة اللي بتسعى تشيرك حياتك لأن أنت لو جبت الحاجة اللي بتسعى تشيرك حياتك وعملتها في الوقت غير مناسب أنت في الحقيقة ضيعت فرصة أن أنت تسعيده فلازم يختار الوقت المناسب فعدم اختيار الوقت المناسب ممكن يهدر كل الجهد اللي انت عملته رابع حاجة وده شيء مهم جدا جدا ونزاك رسول الاسم كان يتخولهم بالنصيحة ما كانش بينصح الناس عمالة على بطال يختار الوقت الحاجة الرابعة لازم يكون عندنا بساطة وما فيش تكبر ليه لان لو فيه تعقيد وما فيه اي نوع من انواع الكبر الشخص اللي امامي عيه يعتبر ان ده نوع من انواع المن والازى ونزاك لازم تعرف ان زوجتك او زوجك بيحب شيء معين وبيسعده ما ينفعش تقوله ما يصحش اعمل كده عشان بريستيجي طالما الشيء ده في حدود المباح لازم نتعامل بالقيم والاداب ولزاك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا البساطة وعدم التكبر وكان بيسعد زوجاته باللي يحبوه فكان يسابق السيدة عائشة ما قالش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم انها ده ما ينسبش وضعي كنبي ولا ينسب وضعي ككبير هؤلاء القوم بيأبي انت وام يا رسول الله وبالعكس ده تعرف عن حضرة النبي وانتشر وما كانش فيها حاجة الحاجة الخمسة اللي احنا لازم نعرفها وده شيء مهم جدا جدا ان انا اتأكد ان ده اللي بيسعد شرك حياتي وده شيء مهم جدا مش مهم بس ان انا اعرف لان ممكن ان يكون انا شفته لاحظته مرة واستخدمته مرة واسعده لان الظرف كان مناسب انا عايز اشوف ان ده بيسعده دايما لازم اكون انا بجرب ده ولازم ده يكون واضح جدا جدا رقم ستة بقى عندنا ان انا لازم واحنا بنعمل الحاجة اللي بتسعد شرك حياتي نعمله في كل شيء على حدة مش حطش الحاجات على بعضها فلو زوجتك بانسا بتحب انها تسأل على اهلها مثلا وبيحب ان البيت يكون هادي لما يرجع ما يسمعش اسواته عليه فما ينفعش مثلا ما تقوليش ما انا سألت على اهله وكفاية عليه كده يبقى المفروض تعمل كل اللي بحبه انا عملت لك حاجة فانت تعمل لي كل حاجة لا لا خالص كل حاجة على حدة هو بيحب ايه في معاملة الاهل وبيحب ايه في البيت كل حاجة على حدة رقم سبعة لازم اداوم على ده اداوم على ده اعمله مش من قبيل المنقفقة ولا من قبيل العقاب كده بالسبع خطوات دي وخاصة لما اعمل ده وما يكونش فيه اي شكل من اشكال المن ولا الازى احنا ممكن نوصل لمسألات ان السبعة خطوات دولة ممكن يساعدوا شركي الحياة تعالوا بقى نقول ايه الاجراءات اللي ممكن نعملها وتساعدنا على ده هقولكم شوية اجراءات بسيطة ممكن نعملها توصلنا لده ببساطة اللي يساعد لازم يكون طبيعة عندك بتعملها باستمرات مش مرتبط بوقت معين ولا بزرف معين مرتبط بالافراح مرتبط بالاعياد لا ده لازم يبقى صفة على طول في اوقات من الضغوط حاول تزود من الاشياء اللي بتساعد شرك حياتك يعني اوقات مناسبة جدا جدا وقت الضغوط ان انت تساعد تعمل كده الاشياء اللي بتساعد شرك حياتك لازم لما تعمل الاشياء اللي بتساعد شرك حياتك اوعى تقوله ايه رأيك بقى عجبك المنتج عجبك مبسوط بلاش الطريقة دي الطريقة دي بتحسسه ان في حاجة هو حاسس ان الكلام ده مش معمول عشان انت بتحبه ده معمول عشان انت تحصل النتيجة بتاعته ده اخر حاجة عشان تعمله عشان تسعد شرك حياتك لازم انت كمان لما تسعده انت عود نفسك ان انت كمان تسعد بده لان ده اهم اسباب سعادتك الحيات الاربعة دولة لو عملناهم مع الخطوات اللي قلناها والسلوكيات اللي قلناها في المهارة ممكن توصلنا لسعاد شرك حيات يا رب جعلنا ممن يسعدون فيسعدون يا رب جعلنا دايما ممن يحبون للاخرين ان يسعدوا فترزقهم يا ربنا جزاء الاحسان بالاحسان يا رب العالمين يا سادة صفحتنا الفيسبوك هتفضل الجسر الممدود دايما عشان نوصل لبعض ونتفاعل ونتنور ونفضل في مجالس العلم ونفضل بنتحاب ونقوى يا رب يكون هذا الجسر احد اشكال بيان حبنا وحرصنا على ان انتم تسعدوا بان يوصل لكم انوار لله سبحانه وتعالى ومددوا وبركتوا من خلال هذا الجسر اللي يا رب دايما يكون نافع ومفيد وتعالوا ناخد اول سؤال معنا هنا النهاردة اه بتقول اول سؤال وصلنا على الصفحة بتقول فيه انا عايز اعمل عمرة العمي وام المتوفين اذا ما كانوش عملوا العمرة وكانوا قادرين على العمرة ينفع ان انا اعمل عمرة ديت واقول ان انا عملت العمرة عن فلان لو عملت العمرة لو عم كان عمل العمرة ابل كده انا بحب الطريقة دي ان احنا نعمل العمرة ونقول اللهم هب مثل سواب عمرتي ليه خالي ولي امي ده الافضل ليه الافضل الندوة تعيكون على سبيل الدعاء وان شاء الله يكون دعاء مستجاب فانا شايف ان ده يكون احسن اذا احنا كانوا عم ادوا العمرة الوجب عليهم لان استاذ الشفعية واحنا بنفت بهذا في كثير من الاحيين مسألة ان العمرة لقول تعالى فتم الحج والعمرة لله فاذا احنا بنرى ان العمرة كذلك اذا كان هو ادى العمرة عن نفسي وهي ادت العمرة عن نفسها انا ارى ان احنا الاولى ان احنا نعمل العمرة عن نفسنا ونهب مثل سواب العمرة لخالي ولي امي نعم السؤال بعد كده وصلنا على صفحتنا كمان بيقول ارباح البنوك وينفع ان انا ازكي على اختي يعني ادفع الزكاة لاختي ولا لا احنا اتكلمنا كثير على مسألة ارباح البنوك لكن خلينا نكرر يا سادة انا الاوان لان في بعض الناس بينزعجوا جدا جدا لما نقول يا جماعة الخير انا الاوان فبعض الناس يقولوا والناس ما كانتش بتعمل لا لا خالص احنا فيه حاجات بتنتطور في فهمها لغاية ما نفهمها على وقعها ونفهم حقيقتها بعض الناس يجوا يقولوا والله ما كان فيه ناس بتقول بعض الكلام وبتقول ان ادعى المال في البنك ده اتنوما انا اقرض اه قبل ما تتضح السورة بهذا الشكل يا سادة احنا عندنا مؤسسات مالية وسيطة اللي هي البنوك بتقوم بجمع الاموال لا تجمع الاموال عن طريق ان هي بتقترد من الناس ولكن تجمع الاموال عن طريق ان هي مؤسسة تستثمر وتدير الاموال لمن لا يستطيع ان يدير الاموال فاذا هذه المؤسسة تأخذ الاموال لكي تستثمرها والاستثمار لا علاقة له بمسألة ان انا اعطي هذه المؤسسة الاموال لكي تستثمرها لاجلي لجي اربح فهذا لا علاقة له بالقرد فانا عندما اودع المال في البنك فلا علاقة لاداعي من المال في البنك بمسألة القردية أنا أودعت المال في البنك بغرض الاستثمار أنا عايز أستثمر أموالي مع هذه المؤسسة القديرة على إدارة هذا المال واستثماره ودلي على ذلك ما زال البنوك تستثمر أموال الناس وتعود عليهم بالأرباح لأنها تشترك في مشروعات كبيرة بسبب مال البنوك من قدرة للتعامل مع الأرقام الكبيرة يبنى أودعت المال على سبيل الاستثمار فكان إدارة المال في البنك ده على سبيل تمويل مشروعات البنك وبناء على ذلك البنك لأنه يربح في المشروعات ويخسر في بعض المشروعات وأنا مولت كل المشروعات دي فيبقى هناك ما يسمى ببساطة خالص إن أنا أحدد الريع الذي يعود إلي مسبقا قبل ما أدفع المال فيحصل هذا لأنني إلا في الحقيقة لا أشارك في مشروع واحد لو خسر يبقى أنا لابد أن تظهر الخسر ولكن أنا أشارك في جملة مشروعات بعضها يربح بعضها يخسر إذن ببساطة خالص أنا أدعى مالي في البنك اللي أستثمره فهذا لا يصح أن أكيفه على أنه قرض بل هو نوع من أنواع التمويل والعائد الذي يعود إليه نوع من أنواع الريع الحلال شرعا فإداء المال في البنك والريع الذي أحصل عليه سواء من الحساب الاستثماري أو من شهادات الاستثمار أو من الوداع كل حلال وليس فيه شبهة وهل يجوز أن أدفع الزكاة لأختي أو لأخي يجوز أن أدفع الزكاة لأختي أو أخي نعم إذا كانوا طبعا مستحقين إذا كانوا من أصناف التمانية معايا الأستاذ حنفي من القليوبيات تفضل الأستاذ حنفي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور بحشني يا دكتور نعم وفضل الحمد لله لا يا حزيك أنا أقولها وأقولها ربنا يديني رزق ومال وعسنات قد ما بحبك ربنا يزود عليك يا زود رزقك وعسناتك يا رب ويزيدك النور وبركة يا رب تفضل يا سيساني أنا أسأل سألتك سواء أنا دلوقتي معدي الاثنين والسدائين ما شاء الله وليس شاب يعني أجيب الكفن بتاعي أحطه ببيت هل لو جبت الكفن حرام أو ما جبتوهش حرام لو جبتوههل عليه الزكاة أولا الكفن ولو عليه الزكاة يبقى عليه قد إيه طيب أولا الكفن دوت من احتياجات الإنسان واحتياجات الإنسان اللي بتكون عنده والأموال اللي بتبقى عنده أموال القنية عشان ما حدث بس ما تستعجلش أنا لسه ما جملتش سؤال بقول لله بيسمعني فإذا الكفن دوت من أموال القنية اللي هو أصلا مش وارد فيه الزكاة الأمر الثاني مفيش كفن بيبلغ حد النصاب يعني مفيش كفن تمنه يبلغ حد النصاب خلت مجرام دهب إن هو لو حطيته الأكفن الحمد لله ربنا شبحانه وتعالى جعله ميسرة وأرخص من إنه تكون مؤثرة في مسألة النصاب الزكاة لكن يا سيدي الكفن عند حضرتك لو اشتريته بيكون أفضل حتى يكون أنت يسرت أمور تجهيزك على زويك بيكون ده أفضل بلا شك إنه يبقى كفنك عندك ودوت على فكرة مالوش أي علاقة خالص بمسألة أنت بكره الحياة ولا بتحب الحياة ولا أي حاجة خالص التجهيزات اللي موجودة دي أمور بتبقى من الألطف إنه أنت تخفف عن من حولك ودوت بيبقى أسلم وأحسن وبيكون دوت أفضل وكان دوت عادة أهل الله إنهم دايماً بيكونوا مجاهزين تجهيزاتهم عشان يكونوا أخف وإيسر على من يقوموا بالواجبات الشرعية تجاه المنتقل إلى الرحمة الله فدوت جائز وليس فيه أي شيء أما مسألة إنه هو دوت هيدخل في الأموال اللي هي عليها زكاة فلا قال إنه دوت من أموال الأموال الحاجية التي نستعملها فلا تدخل في هذا الأمر وهي من أموال القنو أستاذ حانفي دي سمعانا تفضل دعواتك يا مصر محمد والبشمون دي زحمت ربنا إن شاء الله يرزقهم رزقاً واسعاً عشان جبت أولادي ومش مخلين لي محتاج حاجة بصرحة ربنا يرزقهم رزقاً واسعاً ويفتح عليهم ويجعلهم في خير وبركة ونور وفتح وتوفيق وسداد ويجعلهم إن شاء الله في خير حال أكتروا اتصالكم بينا وكتروا طلبكم الدعاء الأولاد وخلينا كده نعرف إن الحياة كلها مش هي التجارب البسيطة اللي بيحصل لنا وبتبقى فيها علاقات مش مناسبة يعني قلونا كتير عن أولادكم اللي بتحبوهم عسى الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يمنى البلنامج باركة بدعوات الأباء للأبناء وإن شاء الله يوسع عليكم ويقبلكم ويجعلكم في خير حال إن شاء الله على الدوام السيدة ممحمود من إسماعيلية تتفضل السلام عليكم عليكم سلام حضوكاتو لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايزة أتقال حضرتك على السياسة تفضلي هؤلاء أنا أول مرة أتكلمي في التليفون لا أول مرة تتكلمي معي على التليفون لكن أكيد تكلمت قبل كده في التليفون لا أول مرة أتواصل طيب تفضل أنا عايز أقول لحضرتك أنا دلوقتي جوزي عايزي اتجوز علي طيب وأنا ربنا واحد يعلم أنا عملت إزاي ومعامل إزاي طيب وأنا طول عمري من ساعة ما اتجاوزته أنا دي هتناخد ساعة ما اتجاوزته وأنا طول عمري يا حسن هو ما بيشبنيش بتلككلي على كل حاجة وزي عالي على كل حاجة وكنت دايما أنا أقول إن هو يا رب يتجاوز ويريح أول ما جات الحاجة زي كده ما أنت اللي عملت كده مش هدت تدعي طيب واحدة مستجبت الدعوة واحدة مستجبت الدعوة ودعت كده نعمل إيه؟ يعني مش قبل أنا أعيش محد غزبة علي طيب أسألك سؤال يا أمام حمود أنت قريب؟ طيب ابن خالسي شفت إزاي؟ طيب اتجاوزت وبعلكم خمس سنة، خمستاشر سنة ولا تمنتاشر؟ اتناشر اتناشر سنة وانت بتقولي إن هو منساعد ما تجاوزك وانت حاسة إن هو مش بيحبك أوه، وعلى طول يتلقق لي على كل حاجة وربنا واحد اللي أعلم أنا بعمل معاقي وعملت إيه؟ طيب، هل حاولت بقدر إمكان تعودوا مع بعض وتتكلموا كلامها؟ حاولت كتير معايا، فهو بيرفض الكلام دايماً يزعق، مش قابل كلامي، مش قابل لي على أي حاجة، بتلقق لي على كل حاجة طيب يا مم محمود، أنا عايز أقول لحضرتك سؤال، أنا دلوقتي اللي هو اتجاوز علي، أنا مديش مكان، اعتيب إن أنا مديش ناس، مديش مكان أمشي فيه طيب، لو هو اتجاوز علي، وأنا مقبلتش إن هو يعيش معايا، وقلت إن هو حرام يعني بالعيبة ما يخشش بيتي تاني، ولا ليه دعو بيه يصرف على العيانه، بس، هل ذا حرام؟ هو خليني بس أقول لك يا مم محمود، واحدة واحدة بس، هو دلوقتي بعيد بقى عن فكرة الجواز التاني ولا أي حاجة، هو دلوقتي، هايبقى جوزك ولا هيتطلقك، هايبقى جوزك، صح؟ أيوه، والبيت ده هو اللي بينفق عليه، صح؟ ليش؟ فإذا كان هو في البيت ده هو بيته بينفق عليه وكل الكلام ده، تعالي نقعد مع بعض ونتكلم إزاي تديروا حياتكم سواء قبل لما يتجاوز عليك أو إذا يتجاوز عليك، تعالي نتكلم مع بعض، نتكلم مع بعض، بهدوء، لأن يبدو والله أعلم أن أنتو مش عارفين تفهموا على بعض، هو اعتبر أن طبيعتك دي والصفات اللي فيك دي خرجت له الصفات اللي هو ما بيحبهاش في المرأة، وده ممكن، أنت مش ممكن تكوني لما تجاوزتي نوية أن أنت تفضلي كده على طول ممكن كنت قبل أن أنت تتغيري، فهو لما سد نفسك ما تغيرتيش، هو نفس الكلام كان عايز هو نفسه يلاقي بعض الصفات في المرأة، لو لقاها كان ممكن هو يتغير ويتحسن، أنتو ممكن أن أنتو الاتنين تكونوا عايزين تغيروا من حياتكم، بس مش عارفين مين يساعدكم أن أنتو تديروا حياتكم دي، فأنتو من تحتاجين حد يتدخل مهني وشاطر يستطيع أن هو يقوم بالدور ده، أن هو يقرب المسافات بينكم ويساعدكم أن أنتو ممكن تقربوا من بعض، إذا كان الكلام ده ضروري بالنسبة لكم وأنا شايف أنه هو أنتو محتاجينه، فأنتو محتاجين خبير، فتعلونا على مركز الإشارة الزواجي في درجة الإفتادة المسؤولية ونتكلم مع بعض، يعني ما بنصحكيش أن أنت تأخذ أي قرار ولا تعمل أي حاجة، وطبعا أكيد ما بنصحكيش أن أنتو تعمل الفجوة ولا تعمل الجفاء اللي أنت بتكلمي عنه، ولا تعمل الفرقة أن هو يبقى في مكان وإنتي تبقى في مكان، وأنتي والأولاد في مكان وهو في مكان، هذا الكلام لا نستطيعه ولا ننصح به، ولا نحب أن الناس تمارسوا لأن الجفوة بتولد جفاء في القلوب وقسوة في القلوب، فمش ممكن أي حد ينصحك بأن أنت تفتحي باب قسوة على قلبك أو على قلبك، فأرجوكي اعملي كده وإن شاء الله ربنا سبحانه تعالى يجعلك كل خير، السيدة مخالد تتفضل؟ السلام عليكم أهلا وسهلا تفضلي مزاك يا دكتور عملي فضل ونعمة الحمد لله أنا دكتور أنا معي ابني يعني تعبان، ما مهوتش أبوه خالص، ما سمعش كلام أبوه تعبان 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 يعني تعبان أخلاقياً ولا تعبان نفسياً؟ لا هو كان الأول كويس خالص، وكان شاب بص كل حاجة فيه حلوة لغاية مثلاً السنوان العامة؟ لا لا هو مش بيدرس، هو ساب المدرسة بنقول أعدادي طيب دي؟ هو دلوقتي متجوز ومعود وبنت هو دلوقتي متجوز وعنده وبنت دلوقتي؟ آآ، فهو دلوقتي يعني مش مرايح عياله ولا مرايحنا، ولا عامل أي حاجة كويس في حياته عارفة ليه؟ آآ حاسس إن هو تظلم يعني لا هو اللي تظلم نفسي يا دكتور هو اللي ما كملش طيب كويس هو اللي ما ديش يروح خالص شكراً، شكراً، ماشي، أنا ما عنديش مشكلة أنا بقولك أنا بقولك عن إحساسه، مش بيكلمك على مين للسبب ده هو الراجل حاسس إن هو عايش حياة أقل مما يستحق وإنت بتحس كده إن هو فيه سنة كأنه سنة كبر وكأنه مش عاجبه حاجة وكأنه الحياة كلها مش عاجبها لإنه حاسس إن هو في وضع هو مفروض يكون في وضع أحسن من كده، صح كده؟ ماشي آآ، بس هو اللي عمل في نفسه كده ماشي، والله يا مخالد أنا مش بقولك أنت السبب ولا بقولك باباها السبب، بس خلينا نتفع على الحاجة عشان نشوف وعن نتعامل معاه إزاي، صح كده؟ طيب، ماشي طيب، أنت بتقولي لي بقى نعمل إي معاه؟ آآ، نعمل إي معاه؟ آآ، هو دلوقتي محتاج شوائتين ثلاثة إن هو يدوق يحس بإن هناك معنى لحياته هو شايف دلوقتي إن حياته مسروق منه وحيعيش حياة بلا معنى فأي حد بيجي في أصاده بيحس إن هو بيزود الضغط عليه لأنه حاسس إن هو مش قادر يعيش فنعمل إي بقى؟ ببساطة خالص، هنقعد معاه ونقوله تعالى، مش هنقله إحنا مش إحنا اللي عملنا فيك كده لا، نقعد معاه ونقوله تعالى عن ساعدك إزاي؟ أول مرة هيقول لنا خلاص أنتو دمرتو حياتي وملكمش إن أنتو تجي وتتكلموا دلوقتي لأ، عنيجي نقول له لأ إحنا مصررين على إن إحنا نساعدك، شوف نساعدك إزاي؟ عايز ترجع تاني للدراسة، تعالى نرجع تاني للدراسة، مفيش مانع إن أنت تقعد سبع سنين تدرس ولا في أي حاجة وعن ساعدك ونقف جنبك لغاية ما تشوف ده، أو إن أنت لو ما كانش ده تعالى نشوف إيه المجال من العمل اللي أنت بتحبه وتعالى نساعدك ونقف جنبك عشان تعمل عمل كويس، إذن العيب لا في زوجته ولا في أولاده، العيب في إحساسه بالظلم تعالى نخليه يخرج من إحساسه بالظلم ده، ويامى ناس كتيرة جداً 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 بتحس إن الظرف الأديم اللي عمرت بي ده هو الظرف اللي يجب أنه عاملوا الناس كلها بيه، حتى لو كان الناس اللي موجودين معهم، ما لهمش زنب سواء بقى كان أبوه أو أمه أو كان أولاده أو زوجته، فتعالوا نرجع خطوة وراء، نرجع معاه خطوة وراء وتعالوا نقوله تعالى ما عندناش مشكلة إن حياتك تبقى فيها نوع من أنواع التأخر لو أنت متصور إن أنت تأخر سبع سنين، تدرس مرة تانية وترجع تانية للدراسة وإنك أنت تعمل مشروع ممكن يخليك تحس بإنك أنت ما فاتكش اللي فات الأمر الثاني المهم جداً خليه يسمعني وأنا بقوله دلوقتي حبيبي الحياة ما بتقفش عن تحدي يعني الحياة مش خطوة وانتهت أنت بتحديد خطير اللي ربنا بمخبأولك إيه؟ الحياة لسه واسعة كتير قوي 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 يا ما ناس كتيرة ما تعلموش وربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم مش بس فتح عليهم في الرزق لا فتح عليهم في راحة القلب وكمان فتح عليهم في التفوق في حياتهم فأنت ليه مغلق على نفسك؟ ليه ديقت الحالة على نفسك؟ الدنيا لسه واسعة قوي وكرم ربنا واسعة الله سبحانه وتعالى عطاءه لا ينفذ كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فيلا توكل على الله ويلا وكل اللي حولك بيساعدوك أن أنت تروح لمكان أفضل وتحقق فيه ما تستثمر به نعمة ربنا من الزكاء أكيد أنت زكي وأكيد إن شاء الله لو توكلت على الله حق توكله سيفتح عليك كل أبواب الرزق وتوكل على الله يا سيد وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هرزقك من حيث لا تحتسب أستاذة أستاذة سلوى أستاذة سلوى تتفضل حيث مع حضرتك أتفضل يا أستاذ سلوى أستاذ حضرتك عايزة توصل معك على التليفون مع حضرتك يتشرفني التليفون التليفون عايكون في الكنترول وأهلا وسهلا بحضرتك وأدعيلك إن ربنا سبحانه وتعالى يزيلح عنك وإن شاء الله يخفف من عليك ويشرح صدرك ويريح بالك إن شاء الله ويذهب كل همك إن شاء الله في سؤال جلنا على صفحتنا ويقول هل لو حد هل لو حد ارتكب كل الكبير هل لي توبة نعم نعم حديث من قتل مئة نفس الناس دائما بتقول من قتل تسعة وتسعين نفس لأهو من قتل الرجل يكمل بالعابد المية حديث واضح مش بس كده قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتهم من رحمة الله يؤيد ده وكمان قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة لو جئتني بقراب الأرض خطايا جئتك جئتكم بقرابها مغفرة ثم غفرت لكم ولا أبالي يبقى ثم غفرت لك ولا أبالي يبقى إذن سواء الآية سواء الحديث سواء كمان ما نقله صلى الله عليه وسلم في سنته عن ذلك الرجل اللي قتل مئة نفسه هذا يدل على أن مهما كان الإنسان صعب معصية إذا دخل على الله بالتوبة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقبل ويقبل توبته ما لم يغير الشخص اللي سمعنا ده إذا كان بسمعنا دلوقتي يلا توكر على الله قول ورايا تبتوا إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود إلى كل هذه المعاصي أبدا وأنت يا من تسمع توبتي على ما أقول شهيد يا رب اغفر لي وارحمني وتجاوز عني وارحم الراحمين هو ده اللي احنا ممكن نعمله هو ده اللي احنا ممكن نسير به إلى الله ونقبل به على الله نعم احنا دلوقتي مسألة الرزق احنا لازم نفهمها بشكل أوسع بكتير من اللي احنا بنفهمه ده ومسألة النجاح والفشل لازم نفهمها بالطريقة أوسع من اللي احنا نفهمه ده الرزق أوسع بكتير جدا جدا من زيادة أرقام الفلوس وده مش كلامه عشان نطبطب فيه ولا نقول للناس اللي هي بتخسر فلوسها ان هما ما خسروش حاجة لا انتوا خسرتوا يعني معاش بس نبقى واضحين الله سبحانه تعالى خزائنه ملأ سحاق الليلة والنهار وخزائنه مش ملأ بس من الفلوس ولا من الدهب ولا من كل أنواع الأموال لكن ملأ بحاجات تانية كتير ملأ بالرضا ملأ بالتعلم ملأ بالحرص على أن الإنسان يحسن من نفسه ملأ بأن الإنسان ما يحبطش أنا أعرف ناس كتيرة مهما كانت الفلوس اللي عندك مش هتكون قد الفلوس اللي خسروهم خسروا وقعوا وقاموا خسروا وقعوا وقاموا أنا أعرف بعض الناس كانوا بيقولوا كده في الشغل العمل اللي موقعش أكتر من صوابع ايده لاتنين مش هيعرف لزة قدي إيه إن العمل حاجة إضافية في حياته ليه طيب؟ لأنه لو كسب من أول مرة مش هيعرف إن العمل ده إمت وربنا خلق العمل ليه فنصحتي يعني بقول لابنك ده شيء وارد في العمل مش لازم مش طبيعي مش هقوله طبيعي عشان عارف إن الكلام بيدايق بعض الناس لكن وارد مين قال إن كل الناس مين اللي حط القاعدة دي أي حد صالح أو أي حد معاه فلوس لازم فلوسه تكتر مين قال كده؟ ممكن فلوسه تكتر وممكن فلوسه تخسر وده تنوع من أنواع الرزق طيب فلوسه تخسر إزاي؟ طيب أنا خاف كده إن أنا أشتغل ما هو آه؟ أنت بتشتغل عشان الرزق وإنت مش عارف رزقك هيكون إيه؟ ممكن يكون رزقك إن أنت تروح تكتهت شوية وتتعلم شوية فما تجيش تقولي ما فلان هو زي لا فلان مش زيك ربنا بيعمل كل واحد بما يصلحه فأنت محتاج إن أنت تكون أكثر صبرا محتاج إن أنت تكون أكثر مهارا وإزايك وفي السماء رزقكم وما توعدون يبقى إحنا محتاجين نبص شويتين تلاتة هو إحنا دلوقتي قاعدين بقى حسين بالمظلمية تمو ربنا عايز يشيل المظلمية دي من قلوبنا إن أنا خسرت آه أروح أتعلم أروح أستمر مجايز المجال اللي أنا اخترت فيه دوات مش أفضل مجال إيه ولذلك أنا مفروض إن الناس متعودة إن إحنا مانين نكلم الناس نكلم الناس نطبطب عن إيه القلوب أنت عندك بركة وما تقولش لا 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 خالص ربنا مش موجود عشان يحقق أحلامنا ربنا بيعطينا من غير ما نستحق وربنا بيربينا فاللي حصل لحضرتك والابنك ده تهزيب من الله سبحانه وتعالى تهزيب يعني إعقاب غلط والله ما قلتش كده أنا قلت إن ربنا بيرقينا ممكن يرقينا من تعلقنا بالمال وإحساسنا بإن إحنا عملنا وعندنا رصيد عند ربنا من الأعمال الصالحة فالمفروض ربنا يدينا اللي إحنا عايزينه طب ما إحنا كده بنمنا على ربنا ما ده عايزة تتزبط دي يبقى إحنا ببساطة خالص نتوكل على الله وإن الله يحبه من العمل أدومه وإنقله نستمر في العمل طب نستمر في العمل وإحنا خسرين آه الخسارة دي مش غضب من ربنا ولا الخسارة دي ما يستحقهاش غير الفجار أحنا طائعين لا الخسارة تحصل لأي حد والخسارة نوع من أنواع تعليم الإنسان الاستمرار وزيادة العمل والتعلم ما يسألها بسيطة إيه دا طب ما أنت ما قلت ليش حاجة تهدي قلبي ما أنت تهديت قلبك مش هتكون بأنك أنت يتقلك على فكرة أنت بكرة هيجي لك رزق أكتر لا أنت بكرة لازم تشتغلي أكتر تشتغلي أكتر ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يستمر الإنسان في العمل وقول اعملوا فسير الله وعملكم ورسوله هو المؤمنون فاستمر في العمل طب أنا كده يهدى خاطري إزاي؟ أننا ما خسرتش رزقي وضع رزق ضع لأن ربنا ضمن رزقي يعني إيه؟ في رزق جايلي ومين قال لحدك أن أنت دلوقتي وأنت بتسمعيني أن كلامي دا مش من رزقك اللي ممكن يغير قلبك ويخليك مطمئنة ومرتاح الرزق واسع جدا 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 إحنا اللي منضيع رزقنا لما نخلي رزقنا بس في الأموال ونخلي رزقنا بس في البنكينوت رزقنا واسع إيه يعني وما بحبش طريقة إيه يعني ربنا لو إداك رزق وإداك مرض ما بحبش كده اللي عندك دا رزق وواسع على فكرة مش ضيق إيه اللي حاصل؟ أنت قدرت تتكلميني وقدرت تفهم اللي أنا قلته وهتقدر إن شاء الله تستمر في العمل والاجتهاد وده في حد ذاته رزق يبقى يلا توكلها على الله وعودي مع ابنك وشوفوا إنت إزاي هتستمروا في العمل وإزاي ربنا هيفتح عليكم وإزاي تستثمروا علاقتكم وإزاي تقدروا تفتحوا مشروعاتكم تاني وتشتغلوا بس بحكمة وبعلم لأنه ممكن نكون إحنا أخطأنا في اختيار المشروع أو أخطأنا في اختيار إدارة الأمر حتى لو ما أخطأناهش وخسرنا ده مش معناه إن إحنا لا ضلين ولا فشلين لكن نستمروا في العمل لأنه هو دوات الحياة هي دي قانون الحياة ربح وخسارة عشان نتعلم ما بين الربح والخسارة بنتعلم حاجات كتير السيدة مو محمد تتفضل سلام عليكم يا شيخ أهلا وسهلا إزاي حضرتك فضل ونعم الحمد لله أنا عايزك تسمعني بس شيخ عمر أنا عايزك تلخصي طيب وأنا عايزك بس نلخص عشان الوقت طيب دلوقتي يا شيخ عمر دلوقتي أنا معي ابني مريض ربنا إن شاء الله يجمعنا من تمام الأجر والعافية يا رب يا رب ولسه عامل عملية وعمل قرد من ساعة ما تعب لحد النهاردة ما عاش عارف يسدد منه جنيه والبنك اللي هو واخد منه القرد رفع علينا قضية طيب من 2021 السؤال فين يا حاجة أم محمد نعم سؤال حضرتك يا حاجة أم محمد سؤال حضرتك دلوقتي يا عم الشيخ دلوقتي ابني مريضه لسه عامل ورم في دماغه طيب وخايفة البنك يرفع علينا قضية تانية طيب والبنك يحجز علينا ولا يحبسه ولا يعمل يموت في السجن يعني أنا مش عارفة أتوصل أتوصل أزاي أقول لحضرتك أقول لحضرتك أقول لحضرتك تعمل إيه أول حاجة هناك كتير من الكائنات اللي بتساعد المشروعات وبتساعدها وبتمولها بس هي الحقيقة أن يكون المركز المالي بتاع ابن حضرتك اللي اقترض القرض ده من البنك يكون المركز المالي يساعده لكن أنا بقول لحضرتك أن فيه كيانات كتيرة وفيه مشروعات كتيرة وفيه مبادرات كتيرة بتدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فإذا كان مشروع ابنك من هذا النوع أنا أظن أن دوت إن شاء الله ممكن يكون مفيد لحضرتك وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك ويوسع على ابنك إن شاء الله وندعي إن ربنا سبحانه وتعالى يوسع رزقك ويكتب لك الخير ويحفظ ابن حضرتك ويجمعنه بين تمام الأجر والعافية ويفتح عليه فتوح العارفين ويجعله إن شاء الله في خير حال ويشرح صدره ويريح بالك وإن شاء الله يجعلكم في خير حال إن شاء الله وبشري يعني أنا بقول لحضرتك يا جماعة الخير إحنا ليه لازم نقف عند اللحظة اللي إحنا فيها دي أكتر حاجة بتحل الأزمات هو الاستمرار في العمل ولذلك لابد أن نستمر في العمل بأمل ودي بشرى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنوا إن الله يحب من العمل أدوامه وإن قل طيب وإذا داومنا إن شاء الله ربنا يجعل قليل كثير ويفتح علينا سبحانه وتعالى وكرمنا كرم واسع ربنا سبحانه وتعالى صاحب فضل وصاحب نور وصاحب كرم وصاحب فتح يا سادة ربنا سبحانه وتعالى عند ظن العبد بس كمان العبد لازم يكون مستثمر للنعمة النعمة اللي ربنا إدها لك إيه أتسيبها وتبص تاني على إنك أنت مظلوم إلى ما ليس في يدك ولذلك الكيس من دان نفسه والغافل من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان تعالوا نأكد على إن احنا العمل مفتاح بركة ومفتاح وسط ومفتاح عطاء من الله يا رب رزقنا إن نكون مدومين على عمل ولا نيأس ولا نعجز لإن احنا عندنا رب كريم وعدنا إنه سبحانه وتعالى يخرجنا من كل ضيق وعدنا سبحانه وتعالى إنه يكفينا يا رب لطفك ورب كرمك ورب كفيتك لكل من يحتاج إلى هذه الكفاية يا رب إحنا عارفين إن أنت أحن علينا من أنفسنا وسع علينا أرزقنا واجعلنا دائما في رضاك واجعلنا في حماك وافتح علينا يا رب العالمين من عطاياك الواسعة الذي تطيب خواطرنا وتجعلنا دائما في مددك وفي رضاك وفي جمالك يا رب ارحمنا وانظر إلينا بنظر الكرم على الدوام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين موسيقى موسيقى